اعلنت وزارة الصحة الليبية عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة اثني عشر آخرين في الاشتباكات التي جرت صباحا الاثنين بين ميليشيا تتبع بشير خلف الله وعناصر من قوة الردع الخاصة وقالت مصادر في وزارة الصحة إن الإحصائيات الأولية للمصابين والواردة إلى الوزارة من مستشفى القلب بتاجراء والمصحات الخاصة مشيرة إلى نقل ثلاث حالات حرجة إلى مدينة مصراتة وكانت قوة الردع الخاصة قالت إن ميليشيا تتبع بشير خلف الله هاجمت مطار معيتيقة الدولي مؤكدة أن من بين المهاجمين مطلوبين لدى قوة الردع بعد هروبهم من ضمامه لميليشيا خلف الله وقالت قوة الردع الخاصة إن جميع الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس تنادت للدفاع عن مطار وسجن معيتيقة مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة بعد هجوم خلف الله على قاعدة معيتيقة وكانت قوة الردع قالت إن تشكيل مسلحا يتبع بشير خلف الله شن هجوما على قاعدة معيتيقة الجوية لتحرير بعض السجناء التابعين له مشيرة إلى اجتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الردع وقوة خلف الله والتي تعرف أيضا بقوات البقرة من جهة أخرى أعلنت قوة الردع الخاصة الإثنين انسحاب مسلح ما يعرف بتشكيل خلف الله المسلح من محيط مطار معيتيقة إلى معسكر الرحبة بتاجراء وأوضح الناطق باسم قوة الردع أن الاشتباكات انتقلت إلى منطقتين بالشهر وتاجراء وأصبحت بعيدة عن محيط المطار وقد أدت الاشتباكات إلى مقتل موظفة بالشركة الخطوط الجوية الليبيا بعد إصابتها بعيار ناري جراء الاشتباكات التي شهدها محيط مطار معيتيقة دولي شرق العاصمة طرابلس صباح الاثنين